السيد زهاني استعراض يوضح إلى أي مدى نحن بحاجة إلى هكذا مؤتمر اقتصاد الذي دعا عليه السيد الرئيس مشاركة جميع الأراء وجميع المختصين سواء المتفقين مع السياسة الحكومة والمختلفين معها أعتقد وانا بسأل حضرتك ربما يثري هذا المؤتمر المؤتمر جاي في توقيت الحقيقة مناسب جدا و هيكون منصة لالتقاء الأراء سواء أراء المؤيدة لأداء الحكومة أو الأراء المعارضة لأداء الحكومة الملفات التي ستطرح فيه المؤتمر هي الحقيقة ناتجة عن منع يعيشه العالم من يواجهه العالم من أزمات اقتصادية وانعاكست بالتالي علينا هنا في مصر وعلى الأحوال الاقتصادية والأحوال المعيشية التي يعيشها المواطن إلى الآن كما قرأنا أن الإعداد للمؤتمر على قدم وصاق يمكن لم يتم الانتهاء من أجندة المؤتمر إنما أتصور أن الأمور الرئيسية أو المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر ستشمل عدة محاور وإنها توطين وطعميق الصناعة والوصول بالصناعة إلى أن يكون المكون المحلي هو يأخذ نسبها أكبر أيضا التصدير والوصول بالصادرات إلى المستهدف المئة مليار وإذا الحقيقة في هذا العام تحديدا أن الصادرات الغير نفطية تقدمت إلى حد كبير يعني لما نتكلم عن التصدير نحن وسط أزمة يعلمها الجميع أزمة العملة ندرة العملة الصعبة في مصر فالأمل هو أيضا في التصدير مع طبعا الترشيد في الاستيراد أيضا ملف فهم أيضا وهو دعم السياحة السياحة يعني للأسف تأثرت كثيرا بالحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة قرورة إنما ما نشهده هذا العام في انفراجه في السياحة ونأمل أن يكون هناك المستهدف تحقيق المستهدف 30 مليار دولار من السياحة أيضا يكون الحكومة تناقش مع المختلف المهتمين السبل التي تدفع بالوصول إلى تحقيق هذا المستهدف نحن كنا من حق في السنوات ما قبل الكورونا وصلنا لأعتقد 11 مليار دولار وهي تمثل 8% تقريبا 8% من النتج القومي المحلي فأيضا هذا المصدر الهام من العملة الأجنبية نسعى إلى تحقيق هذا المستهدف أعتقد أيضا سبل تحسين الحالة المعيشية للمواطن لأن المواطن منذ الإصلاح الاقتصادي قد تحمل فطورة الإصلاح الاقتصادي ودائما نسير الرئيس يشير إلى هذه النقطة تحديدا أن المواطن المصري فعلا هو الذي تحمل الكثير فيما يتعلق بفطورة الإصلاح الاقتصادي فأيضا أعتقد من الملفات الهمة للنقاش كيف يمكن أن يتم تخفيف العبء على المواطن وتحسين أحواله المعيشية على الرغم من الضائقة والظروف الرهنة التي تمر بها البلاد طيب جميل جدا